أعلنت الإمارات عودة قواتها المشاركة في حرب اليمن ضمن استراتيجية وصفتها بغير المباشرة وأوضح مسؤول عسكري إماراتي شارك في قيادة قوات بلاده بحرب اليمن أن الاستراتيجية الجديدة تقوم مباشرة على الجيش اليمني الذي تم تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية دون الاعتماد على قوات الإمارات التي اتجهت إلى الاستراتيجية غير المباشرة على حد وصفه من جانبه قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني إن الإمارات والقوات التي تدعمها في عدن هي من تفشل اتفاق الرياض وأوضح في تغريدة على تويتر أنه ما من خيار أمام الحكومة الشرعية سوى التأهب لسحق التمرد بالقوة في عدن مشيرا إلى أن مقدمات هذا الموقف تتمثل في عودة رئيس الوزراء إلى الرياض لمناقشة هذا الموضوع معنا من أسطنبول ودي عطى الكاتب الصحفي اليمني سيد عطى لماذا برأيك تعرق للإمارات تنفيذ اتفاق الرياض؟ نعم بالأسف الإمارات تتصرف منذ بدء الأزمة في اليمن ومنذ بدء وصولها إلى اليمن وكأنها الشرطية الأقوى في هذه المنطقة ونجحت إلى حد كبير في أن تجع من اليمن ثقبا أسود لاستنزاف السعودية أخلاقيا وعسكريا واقتصاديا بشكل كبير الإمارات نجحت في أن تورط المملكة العربية السعودية من خلال التصرفات التي دائما تثبت بأنها كانت تصرفات فردية بعيدا عن قيادة المملكة العربية السعودية لهذه الحرب في اليمن منها العمليات العسكرية التي كانت بعض الناشطين اليمنيين بحسن نية يقولون بأنها غارات خاطئة بينما تأكد فيما بعد بأنها غارات مقصودة تستهدف الجيش اليمني وتستهدف المدنيين الذين كانوا بعيدا جدا عن المعسكرات الحوثية بينما على مرأة من الجميع وعلى مرأة من الطيران المسير التابع للتحالف تتوالى المعسكرات الحوثية والمعسكرات التدريبية في السواحل وفي المناطق القبلية التي تقاتل فيها القوات الشرعية والتي تزعم الإمارات بأنها ساهمت في تدريب هذا البيش سيد عبدنا في موضوع اتفاق الرياض لو سمحت هذا الاتفاق أعطى المجلس الانتقالي الجنوبي تقريبا كل مكان يريده فلماذا يتم الآن عرقلت تطبيق هذا الاتفاق؟ ما مصلحة الإمارات والمجلس الانتقالي في ذلك؟ مصلحة الإمارات في أن تبدو السعودية صغيرة جدا بحيث أنها تعجز على الأقل لرعاية هذا الاتفاق الذي عقد في عقر دار السعوديين في الرياض يعني يفترض بأن الإمارات إذا كانت حليفا قادا وصادقا مع السعودية بأن تساعد على الأقل في تمفيذه ولو في حدوده الدنيا لكن للأسف الإمارات تثبت يوما بعد يوم بأنها تستنفذ السعودية تقول لماذا تثبت السعودية؟ أين هي؟ السعودية للأسف نظامها بيد محمد بن سلمان ومحمد بن سلمان أستطيع أن أقول بأنه مختطف تحت تأثير رغبته في ترتيب البيت السعودي وترتيب ما بعد الملك سلمان ويتوج ملكا ومستعد بأن يبيع اليمن وبأن يبيع كل شيء في مصلحة أن يستتبى الأمر له في المملكة العربية السعودية وللأسف يقوده محمد بن زيدي المزيد من المآذق المزيد من المشاكل المستقبلية التي يمكن أن يتحملها وذلك ما أفاد به مسؤول الإماراني حينما قال مؤخرا بأنهم نعم للصدفة اليوم مسؤول عسكر إماراتي كبير يقول إن قواتنا تعود إلى البلاد بعد أن أدت مهامها واستراتيجيتنا تقوم الآن على دعم الجيش اليمني قال الجيش اليمني ولم يكن المجلس الانتقالي الجنوبي ماذا هذا كلام فقط؟ هذا نوع من التضليل الإعلامي الذي تمارسه الإمارات منذ دخولها إلى اليمن وهنا يحضرني بعض السخرية من اليمنين الذين علقوا على كلمة عودة الصقور كما لو أن الإماراتيين عادوا من معركتهم في تحرير جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى للأسف الإماراتيين لم يزرعوا إلا الفتنة في اليمن لم يشتتوا ولم يفككوا إلا الجيش اليمني قاءوا واليمن جيشين فقط الجيش الذي كان بيد المخلوع صالح والحثيين والجيش الوطني اليوم أصبح لدينا أكثر من جيش جيش في الساحة الغربي يقود طارق المرعين للإمارات وقيش في الجيش الانتقالي في عدن كذلك أكثر من ميليشيا زرعتها الإمارات على مرأة من المملكة العربية السعودية وإلى أسف بعد أن تكشفت أجنداتهم كان لزاما أن يعبر الجبواني ومن على شاكلته ممن يمثلون النظمير الوطني اليمني الحقيقي الذي ينبغي أن ينتبه كنت سأسألك عن هذا الموضوع سيد عطا تصريحات سيد الجبواني عن وجوب التأهب لسحق ما وصفه هذا التمرد بالقوة ما خيارات الحكومة اليمنية اليوم الحكومة اليمنية بيدها أن تستخدم كثير الأوراق التي يمكن أن تمثل بالنسبة لها أوراق قوة مثل مثلا يعني الشارع اليمني مثلا في المناطق التي يقال عنها محررة والتي يزعم التعالف بأنه 70 إلى 80% باستطاعتها أن يذهب إلى مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة باستطاعتها أن يذهب للبحث عن حليف إقليمي جديد باستطاعتها أن يبحث عن بدائل كثيرة لكن للأسف ارتهان الشرعية ومثلة بالرئيس عبد الربو منصرهادي للديون الملكي جاء ذهب بالأمور للأسف إلى ما هو أسوأ ولكن الشعب اليمني منتبه لما يحق ضده ولما يحق لمستقبله لكن أعتقد بأن هناك تحالفات وطنية ستنشأ لتنقذ أو لتصحح مسار ما يقري في اليمن بشكل كبير حتى وإن طر الأمل لتقاوز الشرعية ومثلة برئيس عبد الربو منصرهادي الذي إذا ثبت يومنبابي أنه شريك مع الإمارات السعودية فيما يجري فإنه يثبت بذلك بأنه يخون القصم الوطني الذي أداه أمام البرلمان اليمني شكرا جزيلا ودي عطاء الكاتب الصحف اليمني في اسطنبول